السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب اليوم سنحضر معكم خبز الحليب من افضل انواع الخبز كي يجي قطني خفيف ناجح 100% الي اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش تخليوا لايك وتبرتجوا مع اصدقائكم لتعموا الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة التحضير خديت اناء نضيف ليه كوبين من الحليب السائل معيار الكوب 150 ميلي نضيف ربع كوب من الزيت النباتي ممكن تعوضوه بزيت الزيتون بيضة واحدة من بعد نخلط المكونات جيدا انا السعنت بالطراب اليدوي نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر رشة ملح ملعقة كبيرة خميرة فورية او خميرة الخبز نخلط المكونات جيدا حسنت ندامج المكونات مع بعضها من بعد نضيف الطحين بشكل تدريجي اضفت الكوب الاول الكوب كيوزن 150 جرام الكوب الثاني ونجمع العجين بليد ديالي يلا خصني الطحين نضيف مرة اخرى اضفت الكوب الثالث ونستمر في جمع العجين اضفت الكوب الرابع اضفت نصف كوب يعني هاد العجين هادا هزلي اربع اكواب ونصف من الطحين نجمع العجين حسن حصل الى عجين يكون كيلتسق في اليد على هاد الشكل هادا كيف كتشوفو يكون عجين خفيف كيلتسق في اليد انا مدلكتوش فقط جمعتو من بعد نغطي الإناء بكيس غذائي نغطيه بمنديل المطبخ ونوضعه جانبا حسنت ضعف حجم العجين ومن بعد نعود نرجع معكم من بعد نضعف حجم العجين كيف كتشوفو انا مخلزوش مدة طويلة لان الجو عندي شوي صخون نحاول انني نفضي هاد العجين من الهواء اللي فيه من بعد نقطع العجين الى قطع صغيرة من بعد نقطع العجين الى قطع صغيرة كيف كتشوفوك نشكل العجين باليد ديالي طريقة بسيطة نستمر بنفس طريقة من بعد نقطع العجين كامل انا هاد الصينية هزت لي فقط 6 قولي جوج عملتهم في الصينية اخرى من بعد ما بسطت العجين كيف كتشوفو في هاد المرحلة هادي غادي نخليه العجين حتى يتضاعف حجم دياله مرة اخرى الى كان عندكم الجو بارد انا عندي الجو سخون انا العجين خمرت لي في الدية وانا كان بسطها يعني محتاجيتش انني نعود نخليها يتضاعف حجم ديالها كيف قلت لكم درجة الحرارة عندي مرتفعة 30 درجة الى كان الجو عندكم بارد كتخليه حتى يتضاعف حجم دياله ومن بعد كتدهنوا الوجه ديال العجين باصفر بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من الحليب من بعد ما دهنت العجين كامل دهنت لي الوجه دياله غادي نعمل واحد خطوط على هاد الشكل هذا كيف كتشوفو في الوسط خطوط طولية وخطوط عرضية فقط للتزيين هاد المرحلة ممكن تستغنو عليها لكن كيبقى الشكل جميل من كيطابو الخبيزاز كيجي الشكل ديالهم جميل نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية ديال العجين كامل نوضع لي هاد الخطوط ونعود نرجع معكم من بعد نعملنا رشة ديال السمسم او جنجلان في الوجه رشة خفيفة ونعملنا رشة كذلك ديال الحب السوداء ممكن تكسافيه فقط بالسمسم انا عملت سم جوج السمسم والحب السوداء في هاد الاثناء انا سخمت الفران على درجة حرارة ميتين درجة غير ندخل الصيني الفرن ونعود نرجع معكم من بعد ما يطابو الخبيزاز هذا هو الشكل ديال الخبز ديال اليوم من بعد ما طلعتهم من الفرن كيف كتشوفو كيجي كياخد هادة اللون التهبي انا طيبته في فرن غاز شاعلت عليهم من تحت حتى طابو الخبيزاز ومن بعد شاعلت عليهم من الفق اخدو اللون التهبي خبز ناجح مئة في المئة كيجي قطني اسفنجي خفيف خبزات اللي كي يصلحوا الافطار انا مأكدة اللي جربتوا هاد الوصفة ديال اليوم غادي ستعتمدوها لانه فعلا يستحق تجربة خبز الحليب بدون عجن بدون دلك بدون مجهود سريع التحضير والمضاقية سلام متشبعوش منو نقطع ليكم خبزة من الوسط باش تشوفو الشكل ديالها كيف عامل من الداخل كيف كتشوفو كيجي خبز اسفنجي قطني خفيف النتيجة هيا بينا ليكم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجب ديالكم الي اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من لايكات ديالكم وسبارتاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائدة الناس اللي مازال ما مشتركنش في القناة اشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم جديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة